والجياد جاهزة. في انطلاق موفق عزال الجمهور والحضور الكريم. ست عشر من الجياد المهجنة الاصيل لانتاج محلية تشارك مسارة الالب. وسبعمائة وخمسين في الانطلاق ملك ملك مربط الغزالي والدايفيد من الجهة الداخلية محاولة للفورس درايس. مولك سيدات لطيفة سيدنا العمادي وإدواردو بدروزا محاولة لمدارك لخطة صدارة صبحي عوض إبراهيم وألبرتو سنة. الجياد بشكل سلسلة بقيادة الجواد مدارك الوصفة ملك. التنكيبة الثالث هناك الشعر الرصاصي الحرقة ومحاولة لجديد من وسط الجياد من الجهة الخارجية. إلا فعلي بنسي الجفال النائمي وتنقر سراش. من الجهة الخارجية ماكس ابناصر عوضة سالم الهجري وماركو كذمنتو المنعطف ما قبل الأخير والجياد بشكل كتلة. اتجاها إلى المنعطف الأخير بصدارة مدارك ووصفة ملك. والتركيبة الثالث إيلاء. ومن الجهة الخارجية ماكس ابناصر 400 متر أو 600 متر إلى الآن لخط النهاية والصدارة مع مدارك صبحي عوض إبراهيم وألبرتو سنة على صهوة الجياد ملك في وضع اليد 400 متر على خط النهاية جديد. يبحث عن طريق والصدارة مع ملك مربط الغزالي. والقادم من خلف الجياد نشاهد تقدم ليتيوتا. يبحث عن فجوة والصدارة مع ملك مربط الغزالي. جديد في محاولة ووكير أيضا في محاولة جديد جديد. بعد الجديد لا يوجد جديد. المهندس سامى عمر الدفع يخطف هذا الشوق. المهندس سامى عمر الدفع الجديد، جديد أوضًا عن خطف الكمل بالجديد من جديد عصاب المدارة أمود الدفع عمر الدفع، براحق كثير عمر الدفع عمر الدفع. ال�انو طورة الرحلة عمر الدفع عمر الدفع عمر الدفع عمر الدفع عمر الدفع عمر الدفع المترجم الثاني رقم ثلاثة عشر مالك أساد مربط الغزالي المدرب جاسم الغزالي الخيال ديفيد المترجم الثاني رقم ثلاثة عشر مالك أسيد صبحي عوض إبراهيم المدرب محمد خالد الأحمد والخيال لوكاس دولزي المركز الرابع رقم واحد سيدا لايت المالك السيد محمد عبد الله عبد الملك المدرب محمد خالد الأحمد والخيال اشتيبا مازور المركز الخامس رقم أربعة تفاهم المالك السادة الغارية توينتي توريسينج المدرب زهر محسن والخيال سوفيان السعدي الفبروك لأصحاب المركز المتقاتمة وحظ أوفر لدينا لم يحالفهم الحظ ترجمة نانسي قنقر